في سياق متصل أكد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب حرص من ملكة البحرين على مواصلة تنمية العلاقات المتميزة مع جمهورية أذربيجان الصديقة والدفع بها إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك جاء ذلك خلال جلسة المباحثات البرلمانية المشتركة والتي عقدت برئاسة معالي رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية ومعالي البروفيسورة الدكتورة صاحبة غافروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان في مقر الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان بالعاصمة تيباكو وقد أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير للجهود رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في دعم القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كما وتقدم معالي بدعوة معالي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية ذربيجان إلى زيارة مملكة البحرين وتوقيع مذكرة تفاهم برلمانية مشتركة والتعاون على مستوى مجلس النواب ومجلس الشورى بمملكة البحرين من جانبها أكدت معالي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية ذربيجان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلادها ومملكة البحرين وما تشهد من اهتمام بارز في دعم تطوير كافة مسارات التعاون وما تستسم به من نماء المتواصل في مختلف المستويات والمجالات